وكان مجلس النواب قد عقد جلسته صباح اليوم برئاسة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حيث ناقش المجلس الرسالة الوردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المقر بخصوص الرد على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية اللحوم والمواشي والحضائر وما تضمنه من توصيات كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتقرير أداة تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013 وقرر المجلس رفض الحساب الختامي وعلى ذات الصعيد ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني وقرر المجلس الموافقة على المشروع ترجمة نانسي قنقر